موسيقى قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يوم ثلاثاء إن العمليات في ميناء الحديدة اليمني تراجعت إلى قرابة النصف خلال أسبوعين لعزوف شركات الشحن بسبب تفاقم عدام الأمن في المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وأضاف أن تراجع توريد القمح والإمدادات الأخرى سيؤثر على مخزون الغذاء في البلاد التي تواجه 14 مليون شخص فيها خطر المجاعة ذلك في ضوء وصول 70% من الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة الحيوي يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق البالغ إذا انخفاض 50% أو ما يقرب من 50% من العمليات في ميناء الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين وخلال الأسبوعين الماضيين يبدو أن شركات الشحن مترددة في التوجه إلى ميناء الحديدة بسبب عدام الأمن في المدينة وهذا قد يؤثر على البلاد بأكملها بحكم أن 70% من الواردات تأتي عبر ميناء الحديدة